هل تعلم أنه في ألمانيا في أشخاص بتحصل على التقاعد بدون ما تكون عم تشتغل أبداً؟ شلون؟ كيف؟ هنشوف كل التفاصيل بهذا الفيديو بس بعد الإنترو أيها العظماء والأكابر جداً متابعين قناة نحن في ألمانيا عبدالهاري معكم من أمام العدسة إن شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية اشتغلت لكم كوميات كوميات إذا أول مرة بتشوفوني أنا معامل فيديوهات على الحياة بألمانيا لدراسة لشغل أي شيء مفيد لذلك لا تبخليني نبذر لايك اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس بتعليق حلو تجربتك الشخصية كثير مهم التجارب الشخصية في ألمانيا في ذلك اكتبونا إياها وبالتعليق الأول بتلاقوا كل حساباتي في السوشيل ميديا إذا بتحبوا تتابعوني أو تتواصلوا معي أنا بشكل عام دائما بحاول الرد على كل التعليقات أو على كل الرسائل التي تجيني بشكل خاص اليوم سأعطيكم معلومة جداً مفيدة في ذلك تابع الفيديو للأخير وممكن رقم كبير من الناس ما بتعرف هاي المعلومة ومو سمعانة عنا أبداً هل تعلم لما بينولد طفل بألمانيا الدولة الألمانية الحكومة الألمانية بتدفع لصندوق الرنتي ثلاثة سنين عن الشخص الذي يربي هذا الطفل؟ يعني إذا كانت الأم عم تربي هذا الطفل أو كان الأب فيدفعوا ثلاثة سنوات لصندوق الرنتي عن الشخص الذي يربي الطفل لأن الحكومة الألمانية بتعتبر تربية الطفل هي عمل فلت سايت وهذا العمل مأجور ولما أنت تشتغل عمل بألمانيا فبيندفع من راتبك رنتي مشان لما تطلع تقاعد تحصل على هذا المبلغ يلي يندفع على طوال هاي السنوات في ذلك هنين بيحسبوا أنه تربية الطفل هي عمل فلت سايت وبيدفعوا للشخص يلي عم يربي الطفل ثلاثة سنوات وأكيد رقم كبير من الناس إجاههم بريد من الرنتي لما نحن أجينا على الألمانيا وعندهم أطفال شرط أساسي يكونوا بين الصفر للعشر سنوات إجاههم بريد من رنتي فرسجونج باي كيندا إرتسيونج إجاههم هذا البريد ومكتوب فيه أنه نحن دفعنا ثلاث سنوات بصندوقك التقاعد لأنه أنت عم تربي طفل وهذا الطفل عمره كذا أكثر من عشر سنوات بيوم ما بيدفعوا عن الشخص هذا المبلغ وشرط أساسي ليندفع هذا المبلغ غير قصة عمر الطفل يكون مع الشخص إقامة بألمانيا يعني الأشخاص الأسافة لما معن إقامات بألمانيا ما بيستفادوا من هاي الميزة شو هو المبلغ اللي بنحسب؟ على أي أساس بيقيموا هذا المبلغ اللي لازم هنا يدفعوا لصندوق الرنتي بيحسبوا أنه الشغل فلت سايت 3200 يورو بروتو سنويا 38400 أكيد مو كل هذا المبلغ بيدفع بيدفع الرنتي تبع هذا المبلغ وما بيتاخد هذا المبلغ كاش بعد سنة أو سنتين ما بيتاخد مبلغ إلا لبعد الرنتي يعني لبعد عمر السبعة وستين يعني كأنك أنت عم تشتغل طبيعي ما في شي بيتغير عليك أبداً لأنه في سيدات بيكونوا بالشغل وبياخدوا شي اسمه متشوتس وهون كمان الحكومة بتدفع لهم الرنتي يعني إذا جابت سيدة أكثر من طفل 1-3 سنوات 2-6 سنوات 3-9 سنوات وهي المبلغ كله بيروح لحساب الشخص اللي عم يربي الطفل إذا كانت الأم أو إذا كانت الأب وكمان قرأت بداخل المقالة الموجود بتوصيل في الفيديو أنه ممكن الجد إذا هو عم يربي الطفل كمان يستفاد من هذه النقطة وهون في نقطة جيدة حلوة ومو حلوة بنفس الوقت شو هي؟ الرجال والمرأة متفقين أمورهم بخير وأمورهم باللوج هالمرة ضبطناها دايما نقول لوج هي باللوج إنه أنا وزوجتي متفقين وبدنا نتقاسم هذا المبلغ بعد الـ 67 لما نطلع تقاعد فهون بترجبها إذا هنم متفقين وحابين يتقاسموا هذا المبلغ أو لا بس أنا برأيي الشخصي مدام الرجل عم يشتغل والسيدة هي اللي عم تربي الطفل أو العكس صحيح خلي هذا المبلغ للشخص اللي كان فعليا هو عم يشتغل لأنه هي كانت عم تربي الطفل لمدة 3 سنوات رقم ما له قليل لذلك الأفضل إنه تخلي هذا المبلغ للزوجة نقطة كثير مهمة بشكل عام بألمانيا القانون أنت اللي تحصل على شي اسمه رنتي فلازم تكون دافع 60 شهر وإذا الزوجة جابت طفل واحد فقط لغير يعني دفعت الدولة عنها 3 سنين بهاي الحالة بيصفى عندها سنتين هدول السنتين إما هي بتشتغلون أو بتكون عم تشتغل طوال حياتها مشان يطلع لها بالأخير رنتي أو بتشتغل هدول السنتي وتطبق 60 شهر وبيطلع لها بالأخير رنتي بالمبلغ اللي هو ندفع عنها الخمس سنوات وفي خيار تاني إنه تدفع في غايفيليش أنا عم خربت إيام بالمذكر وإيام بالمؤنث المهم لا تؤغذونه لأنه هو يجوز الحلين يعني إن كان الزوج أو الزوجة اللي عم يربه الأطفال لنرجع النطق والخيار إنه يندفع هذا المبلغ بشكل أطوعي بس السيئة إنه أنت ما بتقدر تدفع عن سنين كتير لورا فقط لغير بتقدر تدفعه عن 15 شهر لورا ويقدر المبلغ اللي يحابب إذا أنت بدك تدفع ورنتي بغايفيليش هو 83.40 أظن أقل مبلغ وأعلى مبلغ 1135 أتوقع الحكي عاد كله موجود بتوصيف الفيديو بالرابط 1311.30 هذا المبلغ الصحيح أنا قلت 1335 لا غلط أقصى مبلغ بيسمح لك أنك أنت تدفعه بشكل طوعي 1311.30 والأشخاص اللي ولدوا قبل 1.1.1955 يحق لهم إنه يدفعوا رقم أكبر للرنتي ما بيالزمون إنه قبل 15 شهر فقط لغير سؤال هون كتير مهم إذا الزوجة كانت على الجوب سنتر أو السوسيال وجابت طفل هل يدفع لها هذا المبلغ بسنطقة التقاودي الجواب هو نعم يدفع لها ولو كانت على الجوب سنتر أو على السوسيال ما في أي مشكلة وما في أي أنتراج لازم السيدة تقدمه ليندفع عنا هذا المبلغ بشكل أوتوماتيكي لما هنا نيعرفوا إنه يجو طفل عن طريق الملدنة أو عن طريق الهوية أو عن طريق الجوازي الانتحة تساولي لها بداخل البلدية وحيتسجل إنه يجو ولد جديد لإلاك بهذه الحالة فورا الدولة تدفع لها صندوق التقاودي حتى إذا أجاكم ولد وأنتم كنتوا برات ألمانيا إنولد الولد هنيكي وعاش حياته مثلا فترة معينة ورجع فبيكون مدفوع هذا المبلغ. مثل ما حكيت ببداية الفيديو الأشخاص اللي إجتوا مع أطفال بين الصفر للعشر سنوات إجاهم هذا البريد إنه نحنا دفعنا عندكم ثلاث سنين. في معلومة نسيت إنسكرة فسجلت هذا الفيديو بشكل سريع. الأشخاص اللي بدأت أعرف هل الدولة دفعت عنها أو لا أو هو قديش يدافع بشكل عام. إذا بدأ يعدهم على إقامل دائما أو الجنسية أو فضول ليشوف هل الدولة دفعت له حق ثلاث سنوات بعد تربية أو دفعت له بكل بساطة الرابط الموجود تحت بي ناتو رقم والاسم وبيبعطوله بريد بشكل مجاني على عنوان البيت بشكل تفصيلي من أول ما دخل ألمانيا لهلأ قديش هو دافع وقديش موجود بحسابه. أي سؤال كتبوا لي ضمنوا التعليقات إذا بعرف الإجابة بجعوبكم عليه زير جن. إذا مع لكم أي سؤال كتبونا التعليق حلو وهيك بها الحالة يكون وصلت لنهاية الفيديو ديروا بالكم على بعض وحبوا بعض ورزعلوا بعض. كان معكم عبدالهاري من أمام العدسة وهلأ حالكم السلام عليكم.